السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد خيال ودرس جديد من دروس برنامج ادوي انتزاين في درس النهاردة هنتكلم عن ازاي نفتح ملف جديد في برنامج الانتزاين الاول مرة انتزاين استخدامه سيطلع لك الوجهه انت سيكون قد طبعها كل الملفات دي اخر ملفات انا فتحتها على الجهاز عندي. دي الملفات الذي فتحتها في اخر ايام على الجهاز فبالتالي فتحت الانزاين لأول مرة تفتحه في انتزاين او كل الشاشة فاغنال يمكنك تغييرها من طريقة العرض الريسينت سواء انت تعريدها بالمنظر او بالضغط على ايقونة بالمنظر يعني ملفات تحت بعض كده تقدر تعرف ملف واخر تاريخ تفتح فيه الملف تفتح من اربع ايام وكان الملف امتداده او نوع ايه بالضبط وهنا عندك فوق الورك لو جيت على الريل ان هنا هتلاقي دي الدروس التعليمية تقدر تاخد فكرة عن الدروس التعليمية داخل برنامج الانتزاين من موقع عادي بنفسه بتوفر لك يعني لو دخلت على الجروب دي هتلاقي دي الجروب الخاصة بالستاندر لو دخلت هنا دي مجموعة ديديوهات خاصة بالتيكست دي مجموعة ديديوهات خاصة بالجرافيك وهكذا احنا عادتا هنرجع هانا للورك عندنا هيبقى منظر دي عندك على الجهاز عندك طيب ازاي افتح ملف الاول مرة عندي هنا اياما باضغط كريت نيو او بروح هنا من قائمة فايل عندي نيو بلاقي هنا في نيو ثلاث اوامر خلي بارك وده اللي ممكن بيلغبط ناس كتيرة او بيخطوهم شوية ويجيلهم رهبة من الانتزاين اول ما بيفتح نيو انا كنت واحد من ضمن الناس دي من فترة من فترات اما جيت تحبيت اتعلم الانتزاين افتحه ولقيت نيو لقيت فيه دوكومنت بوك ليبلاري ما كنتش عارف اعمل ايه افتح ايه لانه طبعا مختلف عن الستريتر وعان الفوتشوب فالفوتشوب والستريتر وعصول نيو بيفتح لك بانل جديدة وبيفتح لك فايل جديد نيو مباشرة طيب احنا هنا هنختار ايه احنا هنا هنختار عندنا القايمة او الامر اللي هو دوكومنت اختصاره كماند ان او كنترول ان للوندوز طيب ايه الباقي الاوامر دي عندي حاجة اسمها بوك وليبلاري البوك ده لو انت شغال في تيم وورك او انت شغال لوحدك ولكن مقسم الشغل بتاعك بمعنى هنفترض ان انا دلوقت شغال في كتاب الكتاب ده مثلا عبارة عن هنقول 500 صفحة فطبعا الكتاب متقسم الى فصول الفصل الاول الفصل التاني الفصل التالت وهكذا او ان انتو تيم وورك مجموعة في شركة او كل واحد في بلد ايا كان وشغالين على مجلة مليكن وكل واحد مكلف ان هو يعمل جزء من المجلة يعني انا هعمل من صفحة واحد لحد صفحة عشرين زميد هيعمل من صفحة عشرين لحد صفحة تلاتين وهكذا فكل واحد يشتغل براحته على الجهاز اللي هو عايزه في المكان اللي هو عايزه وبعد ما خلص تماما عندي امر البوك ده هو اللي بينفعني في كده ان انا بفتح بضغط على البوك فبيبتدي يجمع لي الملفات يقول لي فين الفصل الاولاني او فين الصفحة من اول كذا كذا ويبتدي يجمعهم كلهم في فايل واحد ويبتدي يعمل عليهم بعض الاوامر اللي انت بتدهاله ولا يبري ده برضو هنرجاء له فيما بعد كل ده هنرجاء له في الدروس المتقدمة اوي ولكن اللي احنا مطلوب مننا دلوقتي نضغط على قائمة فايل بعدين نيو دوكومنت اول ما اضغط على دوكومنت هيتطلع لي عندي قدامك حاجة زي كده الديلوك بوكس ده اللي هيتطلع لك قدامك هنا عندي الريسينت دي برضو اخر ملفات اتفتحت ولكن مش ملفات عمل اخر قياسات اتفتحت يعني اخر قياسات انا فتحتها على الانزين كانت بهذا القياسات الوساطي دي عندي السيف هنا لو انا مسايف بعض الحاجات المؤينة وعندي هنا البرينت والويب والموبايل جميل طبعا معروف نفس البانل دي اكيد قبلتك في الستريتر واكيد قبلتك في الفوتشوب دي هتظهر لك في الاصدارات الحديثة من سيسي 2017 لسيسي 2018 هنا طبعا البرينت لو انت شغال في البرينت هتعمل او هتفتح ملف او تصميم هيكون قابل للطباعة فبالتالي بيوفر لك دي المؤسات الخاصة بالطباعة الـ A4 واللتر والـ A3 والـ A5 والحاجات المؤسات المتعرف عليها عالميا بالنسبة لمؤسات الورق بالنسبة للطباعة طبعا زي ما قلنا الاصدارات الجديدة عندي في الـ CC 2017 و 2018 هتلاقي عندك بانل تحت كده اسمها تيمبلت طيب التيمبلت دي بتعمل لي ايه؟ دي بتوفلك حاجات زي بالضبط الموكب كده وبعض التصميمات المجانية تقدر انت تنزلها من موقع ادوي ادوي ستوك وتقدر طبعا تعمل السيرش على حاجة انت عايزها من هنا فبالتالي طبعا كل حاجة جنبها فريق انت قادر ان انت تنزلها مجرد ما تضغط عليها كده فهيجيب لك هنا الاسم بتاعها وان دي هتنزل من موقع ادوي ستوك ويجيب لك البيانات بتاعها ان دي عبارة عن ايه؟ انا عندي يقول لك المقاس ده 8.5 في 6 انش ده اتنين ديزاين وعندك هنا الحجم بتاع الملف فتقدر تقول له كمان سيب روفيو فبالتالي يفتح لك البروفيو زي ما انت شايف كده ده عبارة عن بروشور تلاتة طاية قبل ما تنزل الملف بتاعك ممكن تيجي الحاجة زي كده تقول له برضو سيب روفيو فيبتدي يوريك والله ده التصميم اللي انا هنزلولك لو انت عايز تضرب فهينفعك جدا ان انت تفتح الملف تشوف التكسي تتعمل ازاي الصور دي اترصت ازاي وتشوف البيانات والشغل والناس اشتغلت ازاي لو انت عايز تاخد فكرة تمام تتنزله طبعا ان انت هتعمله من هنا داونلود ولكن لازم تكون داخل بحساب كرياتف كلاود وده اللي انا دايما بناشد بيه اي حد بيطلب ان هو ينزل برنامج من مجموعة ادوي بقول روح نزله من كرياتف كلاود سواء انت هتكرك البرنامج او سواء انت شاريه بطريقة رسمية مش هتفرق هو هنا موفر لك الحاجات دي فري في كلها الحالتين سواء انت ماشتري او غير ماشتري البرنامج تمام فبالتالي دايما بننصح ان احنا ننزل البرامج كلها من شركة ادوي من عن طريق كرياتف كلاود فلازم تكون منزل برنامج كرياتف كلاود لو تلاحظوا هنا انا هنا عامل تسجيل بدخول بحسابي فهتلاقي صورتك هنا ايا كان وحساب بتاعك موجود هنا معنى كان انا داخلت بتسجيل ادوي فهينفعك جدا كرياتف كلاود في حاجات كتير جدا جدا هنشوفها واحنا بنتكلم قدام ان شاء الله فده بالنسبة للبرنت طب نيجي للويب هنا نفس الفكرة بالزبط هنا تمبرت خاصة بالويب عايز حاجة معينة تشوفها هتعمل له بريفيو هيبتدي يوريك ان ده تمبرت اللي هو هنزله لك تقدر انت تشتغل عليه سواء ده cover facebook سواء ده cover الويب سايت ايا كان وتبتدي تشتغل عليه عادي وتعمل له download نفس الفكرة برضو هنا بالنسبة للمأسات لو ضغطت على view all presets هتطلع لي المأسات الخاصة بالويب طبعا احنا عارفين الويب يعني ايه يعني هتعمل rgv هتلاقي automatic عامل لك القياس عندك واحدة القياس بالبيكسل لان الويب طبعا نعرفين بيتعامل بالبيكسل وهتلاقي ان صيغة الالوان عندك كلها rgv غير الطباعة خالص cmwk والمأس حسب ما انت عايز سنتيمتر انش مليمتر حسب ما انت عايز باجي هنا عندي الموبايل ودي اي حاجة هتتعرض على الموبايل application والdigital publishing وكل الكلام ده كله برضو نفس القصة عجبك حاجة هنا سيب review هتلاقي حاجات جميلة جدا تقدر انت تقوم منها حتى تغذية بصرية لك تمام برضو نفس القصة هنا بالنسبة للموبايل هتلاقي المأسات الخاصة بتاع الموبايلات الايباد الايفون السامسونج الجالاكسي كلام ده كله موجود جميع المقصات بحيث ان انت تضغط على طول اي واحد انت عايزه من ده مجرد ما تضغط عليه click هجيب لك هنا size بتاعه وان انت تقدر تتحكم فيه طيب احنا في الكورس بتاعنا ده هنركز في ايه هنركز في البرينت كل شغلنا هيبقى في البرينت موضوع الويب والموبايل والدشتال بابلشنج ان شاء الله هيبقى ليه كورس تاني خالص بعد الكورس ده احنا في الكورس نركز على الاساسيات واغلب شغلنا هيبقى وبنسبة 100% شغلنا كله على البرينت فانا هنروح هنا البرينت وهتلاقي عندك البانل اللي انت شايف اقصادك دي طيب ايه الحدودة في البانل دي لو تلاحظ برزا هنا بتبقى الخض من الانتزاين لانما تفتح ملف جديد بتلاقي عندك مجموعة ادوات واوامر كثيرة جدا انت مش بتعود عليها بالنسبة مقالنة من مجموعة ادوبي اللي فاتت طيب خلنيني نمسكها واحدة واحدة ونشوفها من غير ما نتخض اول حاجة هنا عندي العرض بتاع الملف وارتفاع الملف ووحد للقياس وليكن انا عايز اشتغل وليكن مجلة كتاب بروشور بزنس كارت زي ما اي حاجة تقدر اشتغل بزنس 21 مثلا في 21 اوكي هيقول لي طيب وحدة القياس اللي انت عايز هتشتغل بايه بفتح هنا برأي بالانش والملي والسنتيمتر والبيكسل وكذا طيب زي ما قلنا اتباعه ماشتغل بيكسل انت بشتغل يا اما انش يا اما متر يا اما سنتيمتر طيب متعرف عندنا في الدولة العربية غالبا بتشتغل بالسنتيم وبالملي متر انا دايما بحب اشتغل بالسنتيم فاروح اخلي وحدة القياس عندي بالسنتيم ولكن خلي بالك شفت من حول الصانتي متر الصيز هنا اتحاول بعد ما كنت 21 فدائما عود نفسك ان انت تضبط الاول وحدة القياس وبعدين تروح هنا تضع القياس اللي سيف تغير الاسم بتاعه او انت من الاساس تبتدي تغير اسم من هنا طيب عندي بعد كده حاجة اللي هي الايكون تين دول دول بيدله على ايه هنا الملف بتاعك اللي انت هتفتحه هل الملف ده هيبقى بالطول ولا بالعرض بورتريت ولا لاندسكيب عندي حاجة جميلة جدا بالاصدارات الجديدة اللي هي بيرفيو طب اقدر اعمل بيرفيو دي تقدر انت تضغط كده فبالتالي هيبتدي يعرض لي الملف بتاعي وانا شغال زي ما انت شايف وانا فتح لي الملف بتاعي وداني بيرفيو من الحاجة اللي انا هفتح ملف جديد فهشوف البرفيو صديق عشان اشوف الملف ده كم صفحة الصيز خليني غير المقاس ولي نخلي مثلا 40 جميل وضغط تاب طبعا شاء تنقل لو تلاحظوا المقاس تغير مباشرة عندي هنا فاصبح ان انت اي شيء بتعمله هنا بيبان لك في البرفيو بعد كده عندي ال بايندينج عندي رقم الصفحات عندي ستارت بيج وعندي البليد والكلوم والكلام ده ولكن هتلاقي عندها اختلاف في الجزء ده هو نفس الاوامر ونفس كل حاجة بس اختلاف في الاماكن انما كل حاجة واحدة هي البليد سلاج التوب الميرجن الكلام ده كل الهوامر موجودة موجودة مفيش مشكلة ولكن اختلاف في المقاس فنرجع للشكل القديم عشان كل الناس تبقى متابعة معنا طيب الانزائن مينو واضغط على بريفرانس الناس اللي شغال على الويندوز هتروح لقائمة ادت هتلاقي عندك بريفرانس تحت هنا او ان انت تضغط على كماند ك او كنترول ك تمام وبعد هيفتح لك طبعا زي ما تشايف هيفتح لك ال general او ال بريفرانس على هذا الوضع طيب ازاي احاول للاصدارات القديمة هروح هنا عندي امر اسمه use legacy document new document dialog معنى ان انت بتعلم كده وتقول لو سمحت افتح لي الديالوج القديم بتاع الاندزاين ولو قلت لق كيف اللحظة دي واروح تتاني file new document هيفتح لحاجة بالمنظر ده دي البانل القديمة بتاعة الاندزاين تمام فخلينا نفتحها ونشغل عليها بحيث الناس كلها القديمة تبقى متابعة معايا طب في اي وقت عايز ترجع للبانل الجديدة اللي احنا شرحنا بحيث ان انت تجيب تمبلت للاندزاين وتخش على موقع Adobe Stock زي ما قلنا هتشيل العلامة دي وتقول له اوكي وترجع تعمل new هيفتح لك الاصدار الجديد او ال direct box الجديد فانا هسيبها زي ما هي على عديمة وقول له new فتح للمنظر ده خلينا نمسكها هي نفس البانل دي اللي كانت مرصوصة من شوية عندي على جهة اليمين ولكن كان اختلاف بس الشكل واختلاف المقاس ولكن هي هي نمسكها واحدة زي ما قلنا هنا انت بتختار هتشتغل على ايه print web ولا mobile نفس اللي كانت عندي في الاصدارات التانية هنا بيقولك الpreset بتاعك هتشتغل ايه او هتسميه ايه او document بتاعك هيبقى default بتاعه ايه طيب بعد كده بيجيلي حاجة اسمها number of page يعني عدد الصفحات اللي في الملف عندك هتشتغل كم صفحة الملف بتاعك كم صفحة طبعا لو شغال جريدة او مجلة فبتشتغل على الارقام الزوجية اللي هي منضعفات الاربعة تمام ما ينفعش طبعا تعمل ارقام فردية ولكن ممكن مشتغلش جريدة ممكن تشغل بروشور هيبقى اتنين صفحتين وتقسمهم تلاتة طاية زي artboard frustrator ممكن تشتغل business card حسب من تعايد ممكن تشتغل صفحات فردية ملف هتتبعه او هتبعثه على pdf interactive وهيتعرض بس فانا وليكن هنا هنفترض ان انا هشتغل flyer او مجلة او بوكلة صغير مقاسو او عدد صفحات 12 فانا اكتب الى 12 واتنقل بالتاب الى الحقل التالي هتلاقي بص على تلاتي عمال ابتدي الترقيم صفحات من واحد وارد جدا ان انا مابتدي من واحد وارد ان انا كنت شغال في مجلة او في كتاب وفي زميل ليا شغال في مجلة او في نفس المجلة او لاحظ الانزاين انزاين زكي جدا اي حاجة بيحسها بسرعة ازاي هنا ابتدأ الترقيم عندك من رقم خمسة بدلا ما هو كان في رقم واحد بعد كده عندك المقاس بتاع الصفحة كام طبعا اخترنا print فهذه المقاسات الخاصة بالprint او size المعروف دوليا مقاسات الورق A4 A5 فانت تختار المقاس اللي انت عايزه مش عاجبك المقاس دايب انت هنا هتعمل حاجة اسمع custom size اكتب المقاس اللي انت عايزه ولكن هتقابلك مشكلة في الاصدارات القديمة زي ما قلنا انه هو هنا عاملي المقاس بالinch واخدين بالكم IN معناها المقاس بالinch لا انا اكتب له مقاس ولكن زي ما قلنا 20 30 30 بس انا عايز اعمل بالcenti انا اعمل بالinch ففي الحالة دي مفيش عندك هنا وحدة القياس اللي هي unit زي ما كانت موجودة في الاصدارات الجديدة او ما شرحناها من شوية طيب اعمل ماذا في الموضوع ده خليني اكنسل وروح تاني هنا في menu design preferences او زي ما قلنا edit preferences كماندو 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 واضغط هنا على طول على unit اختار وحدة القياس هنا تمام بعد اضغط عليها دي كل اعدادات الانظام التي تحكم فيها اول ما الملف يفتح معاك هلقي فعلا ان في unit عندي هنا جايب لي ان وحدة القياس horizontal vertical بالinch فاني سأقول له لا لو سمحت خليها بالcenti وبرده على البردامج وخليها بالcenti لازم تخلي الاثنين العرض والطول بنفس الوحدة السنتيمتر لو قلت له دلوقتي وفتحت ملف جديد ثاني رأي ان بالفعل غير المقاس لوحدة القياس بالcenti متر فبالتالي دلوقتي اقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز في حالة ان انت اخترت وحدة القياس وكانت هنا ما تحرك البردامج ما تغير الصنتيمتر عندك ايه في البس البردامج وارجع افتحه ثاني بعد كده خلاص هو هيتعود ان كل ما يفتح البردامج يبقى هنا الصيز زي ما عرفنا اخترت افور خلاص عايز تكتب اي صيز انت عايزه وتبتدي تكتب اللي انت عايزه هنا وتغيره زي ما عايز طول بالعرض طبعا انت بتبقى عارف قبل ما تشغل انت هتفتح ملف طوله ايه وعرضه ايه بعد كده هيجي عندي هنا زي ما قلنا البردامج يعيب ما هتفتح الملف عندي بالتور او بالرتفاع او لندسكيب زي ما قلنا بالعرض لحظوا كل حاجة بتتغير ورا اول ما بضغط هنا على فتختار انت عايزه طول ولا بالعرض طيب عندي اهم حاجة هنا عندي البايندينج دي قلنا ونبهنا كتير جدا لو انت مش منزل النسخة من كرياتف كلاود وعامل انت البرنامج عندك من هنا يدعم اللغة العربية وشرحنا الدرس اللي فات رجعوله تاني لو مش فاكرينه لازم اكون هنا عامل كرياتف كلاود انجلش يدعم العربية لازم 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 لو مش موجودة عندك يبقى تضطر تحذف البرنامج وتنزله تاني عشان يظهر لك الاي كونتين دول طب الاتنين دول بيعملوا ايه هنا اتجاه الكتاب او اتجاه الملف هيفتح عندك ازاي مثلا لو عندك مجلة عندك كتاب عندك منيو عندك بروشور ايا انت اليمين والفتح عندك اليسار lift to right فبالتالي ده مهم جدا 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 لازم تكون في النسخة عندك فانا طبعا هشتغل العربي فأقول لازم right to lift افتح من هنا بعد كده عندك column او العمويد انت عندك الفايل ده عايز كم عمود ايه موضوع العمود ده ده جديد علي في الفايلات المتعددة للصفحات فبالتالي ده نعمل هنا بالريو ونرى موضوع الأعمدة ده لو انا قلت له انا عايز عمودين شايفين ظهر عمودين عايز 3 4 5 و هكذا فانا دلوقتي عايز 3 أعمدة طب ايه موضوع برضو الأعمدة ده العمدة ده لو انت دلوقتي جيب مسكة أي مجلة أو أي جريدة هتلاقي عادة أن الجريدة أو المجلة متقسمة إلى عمويد في مجلة تبقى على 3 أعمدة 4 أعمدة حسب التصميم المجلة حسب المخرج الفني ورؤيته للمجلة أنه دايما يستعمل على عمودين أو على ثلاثة فبالتالي التكست هتلاقي نازل في 3 أعمدة زي ما انت شايفين كده وبرضو لو حط صورة هتنفعك أن تزبط الصورة بتاعك يعني أنا لو هفرد صورة هنا بالشكل ده فممكن أفرد الصورة بتاعي على العمودين أو أن أفرد الصورة بتاعي على 3 أعمويد هنشوف كل ده بشكل عاملي عشان تفهمه أكتر طيب هنا موضوع الأعمدة طبعا تقدر تخليها لو انت شغال بسنس كارت أو بروشور أو شغال فلاير مثلا مش هتحتاج للأعمدة العمدة دي بتحتاجها بس في الكتب ومجلات زي ما قلنا فبالتالي أنا مثلا هشتغل أو هشتغل PDF عادي صفحات عادية مش هحتاج العمود وتقدر في أي وقت انت بعد ما تنشئ الملف نغير الحاجات دي كل ونشوف ازاي مع بعض فأنا أخليه ثلاثة يعني لو جيت عملت كده بص المسافة بتجبر ازاي لو جيت عملت كده المسافة بتصغر فبالتالي أصبح هنا ما فيش مسافة خالص فبالتالي دي المسافة ما بين كل عمود والتاني طيب أنا كل ما بقبر بيجبر 1 سنتي 2 سنتي 3 سنتي تقدر انت تتقلل المسافة قوله مثلا 0 0 5 الهوامش حتى اشرح لك كل حاجة على الطبيعة مرة واحدة ما هي الهوامش دي خليني بس أقل الجطر كده الهوامش الذي ترى هو الجزء بمعنى هل ترى الجزء هذا الهامش في الصفحة فمعنى ان لو جيت زودت الهامش بص بيقلله وكده بكبر او بزود الهامش كده لا يوجد هامش خالص وكده في هامش طيب انا مثلا هشتغل على اثنين سنتي او ممكن اخلي واحد سنتي ونص هكتب له 1.5 1.5 5 معناه ان انا اريد الهوامش 1.5 من جميع الهوامش او اول ما هضغط تاب عشان هتنقل الحقل ثاني هلقي نفذ لي الواحد ونص دي على جميع زي انا عندي هنا top وال inside وال bottom وال outside طيب افهم من كده ان انا انا اقدر اتحكم بس في الهامش من فوق والهامش من تحت واليمين واليسار لوحده مش طرد تكون كلهم نفس القيمة وده تنفعني في حاجة مهمة جدا في القطب المتقبلة او عفوا الصفحات المتقبلة انا عندي الصفحات المتقبلة عندي العربي او صفحة اليمين او الصفحة الشمال فعندي في النص مسافة عادة من التاني او من قفلة الكتاب او الكعب يعني فبتبقى المساحة دي دي او والكلام يبقى داخل لجوه فبالتالي انا ممكن اخلي المساحة من الشمال واليمين مثلا واحد سنطي ونص واجم الانسايد هنا اللي هيبقى صفحتين متقبلتين وازودها شوية طيب ازودها ازاي واتحكم في قيمة واحدة بس هتفك عندك هنا السلسلة دي هنا مكتوب make all setting the same يعني اربط لكل القياسات دي بعضها بعضا مكتب هنا اتنين خلاص تتطبق في الباقي كله وتبقى اول ما اضغط على مفتاح تابق واروح لأي حقل تاني هيبقى كله اتنين زي هون شايفين ولكن لأ انا عايز افك السلسلة دي شايفين علامة الفك باتعملة ازاي وقال لأ خلي لي دي اتنين وتعال هنا خلي لي دي تلاتة وانا محتاج دي مثلا تبقى اربعة ودي مثلا تبقى خمسة فأصبح انت اللي اتحكمت في المقاسات كلها مختلفة بصوا اللي هوا مش هنا اختلفت ازاي القيمة دي غير القيمة اللي فوق غير اللي تحت غير الشمال غير اليمين ولكن عادة طبعا احنا بنسمهم زي بعض فقط الانسايد هي اللي بنزود شوية لو عندي كعب الكتاب كبير قوي طيب في حد تنسيج تشرح الاتنين اللي فوق دول فعلا الاتنين دول اهم حاجة عندي عندي الفيسنج بيتش يعني صفحات متقبلة مش انت ما بتشتغل كتاب او مجلة او حاجة فيها دبوس مش تلاقي صفحات متقبلة زي مع قصادي هنا بصو هنا قصادي تمانية قصادي تسعة وستة قصادي سبعة صفحات متقبلة وده اللي اتكلمنا عنه اللي مش موجود في برنامج تاني لان هنا الانزام متعامل بنظام الصفحات المتقبلة طيب فرضا انا هصمم دلوقتي بروشور او هصمم بيزنس كارد فالبيزنس كارد ما في صفحات متقبلة او هصمم حاجة بريزنتيشن هتتعرض بدي اف او اي ان كان الصفحات دلوقتي نزلت تحت بعض بالمنظر ده ما بقيتش صفحات متقبلة وتعالى كمان ايه المحنة في الهواء مش حصل ايه مش الاول لما كنت عامل صفحات متقبلة كان عندي inside و outside لان في صفحات متقبلة فعندي الجزء اللي في النص ده هو اسمه inside اللي هو مقابل الصفحت مع بعض ولكن اول ما بجأ اشيل facing page بحيث ان انا اعرف ان ده صفحات غير متقبلة فبالتالي هتلاقي عمال lift و side لان خلاص ما عادش في inside ما عادش في عاجات متقبلة فهأصبح عندي فوق وتحت وشمال ويمين جميل كده عندي هنا text frame دي ما لغاش اي قيمة دلوقتي معايا هنشوف تعمل هي كل ما هنا لك ان هو بيعملك text frame او كتلة نص في جميع الصفحات بحيث يبقى مهيئ ان هو ينزل لك text مباشرة لان 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 تتعامل معا في text لازم انت تفتح كتلة text او كتلة نص عشان يبتدي يكتب معا وده هنشوف قدام فهي اوامر لو ضغطت هنا هي مختفية وهم خافين لان اوامر خاصة بالنسبة المحترفة اكتر او خاصة بموضوع الطباعة اكتر فلو ضغطت على السهم الصغير يبتدي يفتح لي بانا اللين يقول لي انا عندي بليد وسلج طبعا البليد اتكلمنا فيه كتير جدا جدا اللي امتبعني من الاول البليد هو مساحة امان خارج المقاس بتاعي سواء 3 ملي 5 ملي حسب ما انا عايز بحيث ان تكون مساحة امان للقص بمعنى ان لو عندي الملف بتاعي وليكن فيه تصميم او فيه خلفية ايا كان ايه هي لونها فلو اعملتش بليد اما يجي العامل ينزل بالمقص يقص في الجزء ده فبالتالي هيطلع عندي لان وارد جدا 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 ان هو المقص بيتحرك منه فلو تحرك لبرا هيبقى عندي لين ابيض صغير باين وده غلط جدا في الشغل فبالتالي انا اعمله بليد وبليكن زي ما قلنا انا افترض ان هو 3 ملي فهكتب له لان انا شغال بال سانتي هكتب 0 point 3 واتنقل هنا على ايه كتب لي ان انا عندك البليد 3 ملي فين البليد ظهر لي ملاحظين واخدين بالكو حصل هنا فريم باللون الاحمر زي ما شايفين كده دي المساحة بتاع البليد عندي اللي هي الجزء ده طبعا من جميع الجهات طبعا عايز تخلي من جهة واحدة يبقى السلسلة دي وقال لو سمحت لا انا مش عايز من هنا بليد خليه وهنا 0 وهنا 0 اصبح انه عمل البليد بس ايه في الجزء زي ما انت شايف كده جميل ولكن البليد عندي بيبقى في جميع الاتجاهات تمام فانا هفك تاني السلسلة بحيث ان هو او اربط السلسلة بحيث بحيث اللي بيلجأ لها هو الفني وعمل المطبعة السلسلة بتنفعني تعال نحط قيمة ونشوف هنأخسر فالسلسلة عندي مساحة بعد البليد يعني بعد ما عامل بليد ستبقى السلسلة دي مساحة فوق البليد طيب دي بيبقى فيها ايه زي ما قلنا هي خاصة اكتر بفني المطبعة هو اللي بيستخدمها بيحط فيها معلومات خاصة بالملف او بالصفحة دي هوريالكو دلوقتي يعني انا لو كتبت له هنا وليكن خليني اقول ان انا عايز سلج من جميع الجهات وليكن مثلا خمسة ملي هكتب 0.5 بحيث انه يعمل سلج في جميع الاتجاه طبعا ما كنت شربت السلسلة اول ما بربط ها الازرق او السيان طيب المساحة الصغيرة ممكن تضع بيانات خاصة بالملف معلومات عني معلومات عن الملف معلومات عن الصفحة دي لان انا شغال مجلة كبيرة او كتاب فبالتالي ممكن الصفحة دي اكتب من الصفحة دي او الاعلان ده جاي من الوكالة الفلانية جاهز خلي بالك الاعلان ده او مساحة لمعلومات عن الصفحة او عن الملف وانا اللي اضعها كمصمم العامل بتاع المطبع هو اللي بيضعها فبعد كده دي بنزبط البانل بتاع new document خلينا نشوف سريعا شوية حاجات اللي الكولوم دي والمرجن الهوامش ونشوف الصغ دي عبارة ايه خلينا نشوف مجلة زي القصاد دي لو تلاحظوا المجلة بتاع متقسمها لثلاثة عامدة واحد اثنين ثلاثة الصورة كمان لو تلاحظوا تحطت في عمود كامل 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 فبالتالي انا بسمي الجزء ده عندي ان ده عمود واحد ساعة ما كنت بقسمه وده عمود اثنين زي ما كنت بقسمه وده العمود الثالث طيب ايه الهوامش اللي الهوامش تحدد لي الهوامش الشغل ان انا لأطلع بقسمه ودخل كل الصفحات كلها حتة واحدة وقطعة واحدة وتفيد اكتر في الكتب اكتر اكتر انا لو تلاحظوا دول عمودين زي انت عندي عمودين ووزع الصور على عمويد كمان بتنفعك يعني انا لو فرضا ان عندي عمودين فالصفحة او الصورة خدت كم خدت واحد اثنين عمودين نفس القصة لو جيت لمجلة زي هل ان هو مقاس من المجلة عندي لثلاثة عمودة ادي اول عمود زي ما انت شايفين اهو خليني بس اعمل لك كده عشان تشوف تفهم ايه اهو انا افترض ان انا عندي كده اهو ده اول صفحات متقابلة هنا المرجن او الهمش بص هو مطلعش عن هنا الصورة مش مشكلة ممكن تطلعها برا في البليد وتتاكل وتتقص عادي انما المرجن لا يطلعش عنه لو جيت قلبت برضه هلأ حاجة كده عمود اثنين ثلاثة لو جيت قلبت كده هلأ الصور هنا وغض الصفحة كلها مفيش عمويد وهكذا هذا ببساطة موضوع العمويد هنا واحد اثنين ثلاث ثلاث اعمده كما ترى نرى نموذج معي انا عندي اعلان مثلا يتحط في مجلة فلو تلاحظوا هنا انظروا الهوامش وفين البليد وفين السلج هنا اعلان فبالتالي ليس متقسم اعمده كما ترى انا بس عندي هنا هوامش هلأ الهوامش الهامش اللي عندي اقدر احدده بالمنظر ودائما نحاول تفرق ما بين الالوان اللون الهامش عندي بيبقى اللون الوردي اللون البليد اللون الاحمر لون الصلق اللون اللبني او الازرق ده التلات الوان بتاعي اعرفكم كيف تغيروها لو حبيت تغيرها فهنا بص الهامش انفعني هنا في ايه هنا التكست ما بطلعوش برا الهامش يعني ما بطلعوش اجيب التكست كده والصفحة الجاية دخله كده والصفحة اللي بعدها اودي كده لأ انا بزبط كل التكست عندي بحيس ان هو يبقى واحد ما يخرج عن الهامش ده بالمنظر ده تمام هنا الصلق طب هنا الموضوع عندي صح ولا غلط في الموضوع البليد طبعا غلط ليه لان لو تلاحظوا هنا لاندي مفيش بليد هنا مفيش بليد وده غلط فبالتالي اما يجي العمل يقص هيقص على الجزء ده بالضبط فبالتالي لو تحرك هجيب مساحة بيضة تعال نشوف الصفحة الثانية من الملف ده نفس الفكرة الصفحة التانية برعا اعلان ولكن هنا معمول صح طب عرفت ازاي انه معمول صح لو تلاحظوا البليد فين عندي البليد اهو الخط الاحمر زي ما قلنا وهنا التصميم بتاعي زي ما انت شايفين واصل فعلا لحد البليد فاصبح ان التصميم هنا عندي مزبوط تماما لان هنا ما عندي مساحة فضية فلازم التصميم عندي او الخلفية عندي تبقى لحد البليد زي ما ترى ازود كل الصفحات عندي نظام واحد هنا عندي السلج اللي قولك عليه انا هنا كتبت الاعلان خارجي مثلا دخيل على مجلة خارجية فبالتالي انا كتبت اسم الاعلان size انه BDF و جاي من بره outside جاي من بره فبالتالي هذا جزء السلج سيبقى للعامل بعد البليد تعال اشوف لو انا حبيت اشوف الرؤية فاكرين الدرس اللي فات قلت لكم موضوع الرؤية في الاستريتور اعمل ازاي اما جينا هنا وقلنا في حاجة اسمها عندي في الرؤية normal preview bleed slug presentation ايه الموضوع ده هنا النورمال انت بتشوف كل حاجة في الملف بتشوف bleed وتشوف slug ولو عندك حاجة خارج هنا الصفحة بتاعتك او اي تصميم هتقدر شوف preview عمل شلي bleed شلي اي حاجة خارج الصفحة شلي السلج وركز على التصميم بتاعي ده التصميم النهائي بتاعك اللي هيتطلع بعد الطباعة وبعد التصدير شلك كل حاجة برا ده كرؤية في preview ثاني اضغط هنا واختلي preview bleed لبقى هنا بشوف الشغل بتاعي مع bleed لو تلاحظ bleed بدأ بيظهر مع ماذا سوف الزج مع slug خارج لابد الزج وcheck برا اعجب presentation ده يعمل شلي كل حاجة وشلي وخلي خلفه سوداء واخ bleach التصميم النهائي تنقل ممن الصفحات بالماوس غط ضغط بماوس او تستعمل ساهم فوق وساهم تحت يبتدي تنقل لك ما بين الصفحات فهذا موضوع البرفيو طيب في طريعة تانية طبعا عايز تخرج من المود بتاع البرفيو اللي انت شافته ده تضغط اسكيب من الكيبورد هيتلع لك تاني للنزاين طيب في طريعة تانية بدل ما اختار كده البرفيو وهنا اضغط هنا واختار النورمال وهنا اضغط واختار البرفيو اه قالك لو انت هنا عندك اختصارك اللوائي الواء من الكيبورد هيتنقل لك ما بين المراحل دي طيب تعالى نضغط W واحدة جاب لي الصلاق مع البليد ضغط W كمان جاب لي البرفيو العادي W كمان جاب لي كده وهكذا طب ما بيجيب ليس ليه البرزنتيشن البرزنتيشن يبقى بيقولك اضغط Shift زائد W Shift زائد W يبتدي يعرض لك المنظر اللي انت شايفه ده عايز تخرج منه في اي وقت هتضغط Escape وتخرج من المود بتاع البرزنتيشن بكده اعتقد يكون درسنا انتهى النهاردة اول درس يعتبر في برنامج الانزاين اتمنى تكون استفادت منه واتمنى تكون ما تخططوش من البرنامج البرنامج سعلي جدا 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 ولكن اكيد بطبيعة الحالة والحاجة الجديدة عليك اول درس ساني درس ثالث درس هتحس في اختلاف شوية عن بيت البرامج بعد جهة هتخش في المود بتاع البرنامج وهتلاقيه من اسكى واجمل البرامج اللي انت هتعرفه في حياتك ان شاء الله انتظروا في الدرس الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة